اشتركوا في القناة الحمد لله احنا عدنا دعم كبير من القيادة الرشيدة على رأسهم جلالة الملك حفظه الله ورعاه منذ بداية الحملة صرح جلالته ان التطعيمات راح تكون متوفرة بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين على اساس ان احنا نقدر نوصل يعني مناعة مجتمعية ونقلل من الحالات القائمة ونقضي ان شاء الله على تواجد الفيروس في مملكة البحرين الحمد لله وصلنا امس الى مليون جرعة او شخص اتلقوا جرعتين من اللقاح بنسبة 67% من العدد الكلي للسكان في مملكة البحرين مما يجعل مملكة البحرين في مصاف الدول يعني مو بس على المستوى الاقليمي على مستوى العالم من اعلى النسب تغطية باللقاحات احنا حاليا ندعو الجميع عندنا احنا شغالين على الجرعة التنشيطية لللي تلقوا لقاح سانوفارم اذا كانوا من الحالات الاكثر خطورة خاصة لأكبر من 50 سنة اللي عندهم نقص في المناعة اللي عندهم اورام اللي عندهم سمنة مفرطة كتلة الجسم اكثر من 40% بالاضافة الى العاملين الصحيين من الصفوف الامامية ندعوهم لتلقي الجرعة المنشطة طبعا احنا نحب نطمن الناس كان فيه شوية مخاوف من تطعيم الفئة اللي من 12 الى 17 سنة لكن نحب نبين اليهم ان الحد حين طعم يعني اتوقع 50% من هذه الفئة طعمت اردي لم يتم تسجيل اي حالات اعراض جانبية شديدة لهذه الفئة وحتى البقية الفئات العمرية الحمد لله جميع التطعيمات او لقاحات المتوفرة في مملكة البحرين هي امنة نسبيا ما عندنا اي اعراض جانبية شديدة يخافون منها الناس بالعكس انشجحهم 67% نبغيها توصل بعد نسبة اكبر كل ما رفعنا هذه النسبة وصلنا بشكل اسرع الى المناعة المجتمعية باذن الله وفي ظل الانخفاض الكبير في عدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا اكدت الدكتورة اجلال العلوي على مواصلة الجهود طبية من خلال تتبع الحالات المخالطة واجراء الفحوصات بشكل مستمر لضمان عدم انتشار العدوى الحمد لله مملكة البحرين في خلال شهر قدرنا بالوعي المجتمعي الكبير اللي يعني نملكه هني في البحرين ان احنا نخفض عدد الحالات بنسبة 88% وهذا انجاز كبير ما قدرنا نوصل اليه الا بسببين اولا التزامنا بالاجراءات الاحترازية وثانيا الاقبال على التلقي التطعيمات الموجودة والمتوفرة في مملكة البحرين المضادة لفيروس كورونا وباذن الله احنا طبعا بحسب نظام الاشارة الالوان اللي اعتمد من اللجنة الوطنية الاتصادي لفيروس كورونا حاليا احنا في اللون الاصفر نأمل ان قريبا اذا استمر مؤشر انخفاض اقل من 2% انه خلال اسبوعين نواصل الى اللون الاخضر طبعا احنا موجودين حتى مع انخفاض الاعداد لازمنا نقدم الخدمة من اعلى المستويات وموفرين الطاقم كامل نشتغل باكبر يعني طاقة استيعابية مجهزين في اي وقت لو ارتفعت الحالات لا سمح الله ان احنا نرجع نغطي الاعداد الاكبر الحمد لله حاليا مثل ما انت تفضلت الاعداد قلت بشكل كبير بسبب انخفاض الحالات القائمة لكن كما عودتنا مملكة البحر احنا دائما سباقين والفريق الوطني ما شاء الله عليهم دائما سباقين ففي ايام تكون الاعداد الفحص كبيرة بسبب انه تشمل فحوصات عشوائية على اساس انه لو في حالات غير مكتشفة او ما عندها اعراض ما يدرون عن نفسهم يتم اكتشافهم شكل مبكر ومعالجتهم اشتركوا في القناة